نروح مع حضراتكم لخبر تاني النهاردة عالم كرة القدم ودع أسطورة الكرة الأرجنطينية مارادونا توفي النهاردة بعد إصابته بسكتة ألبية مارادونا واحد من أعظم لعيبة كرة القدم على مرة العصور وفاته جات بعد خروجه بأسبوعين من المستشفى اللي كان بيتعالج فيها من جلطة في الدماغ الحقيقة إنه مارادونا بقاله فترة حالته الصحية غير مستقرة داخل المستشفى ليه أكتر من مرة فيه طبعا مقارنة طول الوقت ما بين مارادونا وبين الأسطورة البرازيلية بيلي باعتبرهم أعظم اتنين لمسوا كرة القدم في التاريخ لكن مارادونا يعني كل واحد أكيد بيتبقى ليه يعني تتش معين أو لمسة أو طعم مختلف بيجي ماسي يعني يطول هذه القيمة والمقارنة كمان تعقد أكتر وأكتر بما أنه أرجنتيني كمان ليونال ماسي والمقارنة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو خلينا نقول أنه مارادونا الحقيقة كان متألق في السبعينيات والثمانينيات نجم هذه الفترة بلا منازع لكن حياته في كرة القدم ربما تمثل أو هو قدر يمثل أفضل وأسوأ ما في كرة القدم موهبة استثنائية ما في الشك موهبة خرافية أسطورة كل الكلام اللي يعني يعتبر الأفضل والأعظم والأجمل والأكثر موهبة ينطبق على مارادونا لكنه كمان مسيرته الحقيقة انطبق عليها كتير من السقطات والكبوات التهم بي تعاطي المنشطات تهم بي تعاطي المخدرات بالخمور كان في زيادة في الوزن وبدأت مسيرته في النهاية طبعا تكون غير منضبطة لعب في أندية كتيرة بوكا جونيورز نابولي الإيطالي برشلونة الأسباني ساعد الأرجنتين في الفوز بكس العالم قدم يسرى لمارادونا لا تعود ربما يعني ليس لها نظير ولد مارادونا سنة ستين في واحد من الأحياء الفقيرة في الأرجنتين من الضواحي الفقيرة لأسرة أيضا فقيرة وأسرة كبيرة العدد لكن بدأ يعني تظهر موهبته الفزة في كرة القدم ومن ساعتها وسلسلة النجاحات تتوالى ربما حتى نهاية التسعينيات من المواقف أو المحطات التي لا تنسى في تاريخ مارادونا هي سنة 1986 كاس العالم اللي عقد في المكسيك وفازت بالأرجنتين بسبب مارادونا الحقيقة أنه مش المباراة النهائية الفاينل كما هو العادة هو اللي الناس بتفتكروا في كاس عالم المكسيك 86 ربع النهائي مباراة ربع النهائي اللي جمعت ما بين الأرجنتين وإنجلترا واللي فازت فيها الأرجنتين 2-1 في هذه المباراة مباراة ربع النهائي بسبب مارادونا سجل الهدفين والحقيقة أن الهدفين مسيرين للجدل واحد منهم أطلق عليه Goal of the century أو هدف القرن العشرين يعني الخبراء والفيفا شايفين أنه ده أفضل هدف في القرن العشرين من نص الملعب قدر أنه يراوغ أكتر من ستة لعيبة ويحرز هدف أما الهدف الثاني وربما هو الأكثر إسارة للجدل وهو الهدف اللي يعني ساهم في أنه يدخل بأيدي ولما تسأل هل فعلا لمست الكرة بأيديك قال إنها لم تكن يدي بل كانت يد الله فيعني إحنا معنا المفروض الأهداف نشوفها طيب قبل ما نشوفها هنتكلم طبعا على مارادونا أسطورة كرة القدم لكن بعد لحظات